اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يكون قيمة القدرة بين 150 كيلو واط الى 15 ميجا واط يعني 15 مليون واط قدرة عالية جدا واغلب المحركات التزامنية تكون سرعتها من 150 لفة في الدقيقة الى 1800 لفة في الدقيقة واليك بعض الملاحظات عنه قلنا ان هو يستطيع ان يعمل كمولد ودي فايدة عظيمة واول ما تقول عايز قدرة عالية تجده امامك كمحرك يعمل بقدرة تصل الى 15 مليون واط او 15 ميجا واط مش كده وبس يستطيع ايضا ان يقوم بوظيفة باور كورريكشن بمعنى انه يعمل على تحسين الباور فاكتور يعني شفت فايدة قد ايه لا يوجد قدرة غير فعالة على الاطلاق بل يمكن في بعض الحالات تحت اجراءات معينة ان يقوم مقام الكاباسيتور بانك لكن وحط تحت لكن دية كذا خط محتاج حاجة تاخد بايده وتساعده علشان يشتغل لكن اول ما يشتغل وياخد سرعته يصبح محول عملاق في ادائه مبهر في قدرته ومفيد جدا لكن في الاصل هي ايضا متعبة لانه يجعلنا نفكر في وسائل المساعدة دي ونبدأ انها هيألو الجو علشان يشتغل طيب الامر الاخر المتعب هو انه يعمل بسرعة تزامنية وإلا فلا يعمل على الاطلاق بمعنى ان ستيتور يقول يا اما الروتر يشتغل تبعي يا اما يتوقف المحرك على العمل تماما طيب خلينا نشوف هنبدأ تشغيله ازاي هناك طرق متعددة وكثيرة لبدء تشغيل المحرك التزامني وكلها تعتمد على كيفية دوران هذا الروتر حتى يقترب من السرعة التزامنية ويرتبط بالمجال الدوار زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات وزي ما قلنا الطرق كتيرة تختلف باختلاف قدرة المحرك فالمحركات صغيرة القدرة يناسبها طرق تختلف عن المحركات كبيرة القدرة لكن عشان ما نطولش عليكم عندنا طريقتين هم الأشهر الاولى استخدام محرك اضافي والثانية عمل قطبان تخميد او دمبر اي التعديل في الروتر حتى يكافئ روتر القفص السنجابي والاتنين فيهم الشغل عالي جدا نبدأ نفهمه مع بعضا من الوسائل المتعددة لتشغيل المحركات التزامنية هو استخدام محرك حفي اضافي صغير هذا المحرك الحسي يكون ملفات الاستيتر الخاصة به موصلة على التوالي مع الاستيتر الخاص بالمحرك التزامني اطراف المحرك الحسي الستة اللي هم التلاتة دول والتلاتة دول يتم توصيل التلاتة الاماميين لدول الى التغزية الباور والتلاتة الخلفيين يتم توصيلهم مع اطراف الاستيتر الخاص بالمحرك التزامني الروتر الخاص بالمحرك الحسي هو القفص السنجابي خلاص فهمنا يعني ايه سكور الجيش او يعني ايه القفص السنجابي التيارات الدوامية المتولدة على الروتر الخاص بالمحرك الحسي تكفي لجعل العزم قادر على بدء تشغيل المحرك ويبدأ تصميم المحرك شرحه كالتالي الاندكشن موتور الاستيتر بتاعه بيتم توصيله مع الاستيتر الخاص بالسينكورونس موتور او المحرك التزامني بالتوالي الملف التاني التوالي السينكورونوس موتور والملف التالي التوالي التوالي مع الملف التالي الكنتاكتور ده مفصول في بداية التشغيل سيتم توصيله لاحقا والروتور خلاص بتاع الاندكشن موتور تم تصميمه على ان التورك بتاعه او العزم بتاعه قادر على جع المحرك ككل يبدأ يشتغل ويبدأ يدور نبدأ نشوف مع بعض لما نوصل كهرباء اللي هيحصل اول حاجة هيكون الكنتاكتور ده قبل يبقى لازم الكهرباء هتوصل عن طريق الاندكشن موتور عن طريق الاستيتور بتاعه طيب احنا قلنا ده توالي فايزا كل فايزا هتوصل عن طريق ملف من الملفات دي احنا من سلوك الملفات في الطيار المتردد بيكون عبارة عن معاوقة ما بيمررش الفولت بتاعه مرة واحدة بل بيمرره بشكل بسيط ومتدرك بالتدريد يبقى يصبح الملفات الخاصة بالاندكشن موتور هي عبارة عن معاوقة تعوق الوصول الفولت بشكل كامل الى الاستيتور الخاص بالمحرك التزامني ويبقى كل الفولت حيبدأ يتجمع في المنطقة دي في الملفات دي ويبدأ يمررها تدريجيا بشكل بسيط يبقى حيمنع هنا وصول الفولت بشكل كامل يبقى الموتور كله حيدور بشكل ايه؟ بشكل حسي يبقى الاندكشن موتور هو اللي حيشتغل الاول وده لسه ما وصلوش الفولت الكافي لتشغيله يا كل دوت بيتم في الجزء بسيط جدا من الزمن طيب بدأنا التوصيل بالفولت بشكل كامل والموتور والمحرك كده يعتبر المحرك يشتغل بشكل حسي مع مرور الوقت ومع ارتفاع السرعة الحالة دي بتتغير تدريجيا لان الفولت بيمر تدريجي بيبدأ الفولت كامل الفولت مع الوقت بيبدأ يوصل للاستيتور الخاص بالمحرك التزامني فلما يقترب من السرعة التزامنية تقريبا يكون كل الفولتية مرت وعبرت الى الاستيتور الخاص بالسينكرونوس موتور او المحرك التزامني لما يوصل لخمسة وتسعين في المية من السرعة خلاص نقدر ان احنا نوصل الكونتاكتور ده يبقى يمر الطيار كده هوت ونبدأ ان احنا نوصل الدي سي طيب في الحالة دي ايه الملفات دي حيكون وضعها ايه؟ حيكون خلاص هنا كله تشبه تحولت هذه الملفات الى سلط الى شرط سلكل يعني عبارة عن سلط او فقدت سفة الملفة وبالتالي خلاص بقت جزء من الواير جزء من السلكل اللي هو بيمر فيه السريف اس بتاعنا ويبدأ يدور المحرك بشكل تزامني ويبدأ المحرك الاندكشن موتور يخرج بره الخدمة ويصبح في هذه الحالة المحرك يعمل كاملا بشكل تزامني طيب السؤال اللي بيطرح نفسه المحرك الحس مندمج مع المحرك التزامني في جسمه واحد وبشكل كامل ولا انه منفصل ومتصلين ببعض مع الشفت الخاص بالروتر انا تبعت بعض الناس من العرب قالوا انهم متصلين من الشفت بس وده صحيح لانه يمكن توصيل المحرك كامل ويكون متصل فقط بالشفت مع المحرك التزامني وفي الحالة دية نعمل دائرة تحكم في المحرك الحسي بحس انه هو يشتغل الاول وبعد كده هو تيتم فصله وادخال المحرك التزامني في الخدمة عند وصول السرعة اللازم يبقى في الحالة دية عن طريق الكنترول نقدر نتحكم مين يشتغل الاول ومين ما يشتغلش الاول لكن الدايرة اللي انا شرحتها من شوية بتقول ان الاثنين مندمجين بمعنى ان كلهم في فرام واحد في موتور واحد متوصلين ببعض طيب حنفكركم بحاجة احنا شرحنا في الدورة بتاعتنا في محركات السنجل فيز وقلنا طرق تشغيل محركات السنجل فيز وقلنا ان فيه ملفات ستارت وملفات تشغيل طيب ما احنا نعتبر نفس الحكاية ان دية يعتبر الاندوكشن موتور هو ملفات الستارت بعد كده بتخرج ملفات الستارت مش بفعل ان بيخرج عن طريق الكنتاكتور او بتخرج عن طريق مفتاح فصل او عن طريق مفتاح طارت زي ما شرحنا في السنجل فيز لا بتخرج انها بتتحول الى واير سلك بعد ما بتبدأ انها تحمل توازل اتوادي كل الفلطية بالتدريج بشكل تدريج وبشكل اوتوماتيك للملفات التشغيل اللي هي السنكورونوس موتور يبقى حنعتبر دي ملفات الستارت يبقى كأن الموتور ده بيشتغل اندوكشن موتور ستارت سينكورونوس موتور رن نفس الفكرة تقريبا بتتعمل بالشكل ده طيب واحد هيقول انت بتتألف ولا بتجيب من دماغك لا احنا عايزين معلومات موصوك بيها طيب نجيب معلومات موصوك فيها وحنعرض لكو تجربة كاملة تقولك ان المحرد ده كله متصلين ببعضه ومنتمجين ببعض داخل فرام واحد وداخل جسم واحد هنا بنستعرض ازاي بيتوصل الدي سي على الاسليب رنج ده الاسليب رنج ما بيتوصلش على كوميتيتور ده الكربون وده الاطراب بتاعتنا هيا متوصلة ورايحة مع الشفط داخل للملفات اللي جوه هنا الروتر ولاحظنا هنا هوت ونلاحظ ان الروتر هنا اتنين منتمجين في بعض الجزء الخارجي ده الاسكوري الجيش وهو معمول وممكن تسمى دمبر ويندينج اللي هي ملفات التخميد بتتعمل بطريقة قريبة من الاسكوري الجيش او بتكافي الاسكوري الجيش فبيسموها اما دمبر ويندينج او بيسموها اسكوري الجيش عادي وهنا بالنسبة للديسي بيبقى الملف مقسوم على القطبين وبيبقى بالشكل اللي احنا في ده يبقى الروتر مصمم بالشكلين والملفات من الداخل هي نفس الملفات هو بيشرح في بداية الفيديو هو الفيديو باللغة الانجليزية وانا جايب لكم الرابط بتاعه اللي عايز ان هو يراجع الفيديو كامل هو مدته 24 دقيقة يقدر ان هو يراجع كامل في بداية الفيديو خالص في اول دقيقتين قايل ان الليستيتر عبارة عن ملفات الاندوكشن وملفات المحرك التزامني وبالتالي زي ما قلنا الملفات بتاعت المحرك التزامني هتتحول مع وصول السرعة ل95% هتتحول لشركة سلكت وتبدأ تبقى هي عبارة عن وير عادي بيوصل الكهرباء للملفات المحرك التزامني وهي بتعتبر ملفات زغيرة مش ملفات كبيرة هنا زي ما قلنا Synchronous machine وهنا 3 phase هذا الذي يحرك فيه اوتو ترانسفورمر سيقول ليه بيشتغل باوتو ترانسفورمر ولو لاحظنا ان المحرك بدأ يشتغل وهنا لو لاحظ محرك واحد مفيش اتنين محرك محرك واحد فيبدأ يشغل بيوصل له فولت عن طريق اوتو ترانسفورمر بيبدأ المحرك يشتغل بكامل القوة بتاعته كإندوكشن موتور في البداية أمبير زيرو الأمبير بدأ يدينه فولت تاني فيبدأ ينوت اللود بتاع المحرك طبعا هو بدون لود فعشان كده سيدي قراءة أمبير بسيطة يعني قريبا من ثلاثة ونص أمبير سيبدأ يشغل مرة تانية عشان يشوف هنا الاتجاه عشان يغير الاتجاه بتاعه المحرك توقف هذه الاتجاه بتاعه هنا أيها بيد غير الاتجاه بدل تماما مثل اي موتور تغير الطرفين بتاعه في السلي فيز سيبدأ يغير الاتجاه وهنا بطأ السرعة على انه بطأ الوتو ترانسفورما او رجع تاني الاتجاه بتاعه ويبدأ يشتغل سيبدأ يضرب بالشكل ده مع قريب السعب اللي موجود هنا الفار ايه هو الفار؟ اللي هو وحدة قياس القدرة غير الفعالة فار يقيس القدرة غير الفعالة بيحاول ان هو يعمل باور فلو ويشوف الموضوع فيه يعني لاب يقدر يتحكم في كامل العملية ويقدر يعرف من خلال الاختبارات هو بيعمل ايه؟ ده الباور فلو ده الريتنج بتاعنا الريتنج اللي هي القدرة الفعالة اما الفار القدرة غير الفعالة هنا الدي سي فولت اللي هيبدأ يوصله لملفات الروتر بيبقى واصل هنا وهنا باور سبلاي عشان يتحكم في الفولت اللي واصل للملفات الخاصة بالروتر باور سبلاي تحكم في الفولت الدي سي وحنا هنا هو تقولنا الوطو ترانسفورمر زي ما قلنا ده الباور سبلاي اللي هو بيبدأ يزود دي سي فولت دي سي فولت دي سي فولت وده الوطو ترانسفورمر حيبدأ يوصل وصل الاسي السري في السبطو ترانسفورمر اشتغل الموتر هنا الفار هنا ايس فوق الـ 300 يعني عندنا قدرة غير فعالة كتير بينما الوط هنا زيادة الوط هنا زيادة نشوف لما يبدأ يخش الاسينكرون هنا يبقى يشغل كإندقشن موتر لأن هنا الفار اكتر حاجة بتسبب القدرة غير الفعالة وبتسبب الفقر وبالتالي هنا زيادة الفار بيقيد زيادة ويبقى عندك قدرة فعالة كتير و عندك قدرة غير فعالة كتير يبدأ حيدخل الـ DC للروتر و يبدأ يتحول تدريجيا للـ Synchronous motor حيبدأ رجع ثاني الفولت و زاد ثاني يبقى رجع الـ Induction هي الفايصل هنا أنه هو يوصل الـ DC مجرد ما وصل الـ DC تحول الموتر من الـ Induction إلى Synchronous motor بقى أصبح هنا صفر القدرة غير فعالة صفر و الوط هنا نزل مجرد ما يدخل الـ DC تحول ماذا سيحصل مجرد ما يدخل الـ DC تحول ماذا سيحصل كما قلنا أنه لا يوجد قدرة غير فعالة على الإطلاق قادل المحرك و قادل الـ DC سيبقى لك هنا المؤشر الـ DC فولت سيدخل الـ VOLT واللاحظ هنا يبدأ هنا يزيد المؤشر الـ DC سيبدأ يزيد شوية هنا سيبدأ الـ VAR يقل مجرد ما يدخل الـ DC للروتور سيبدأ الـ VAR لا يصل إلى 0 يعني القدرة الفعالة غير موجودة و هنا الـ VOLT لا يصل كامل هذا الـ VOLT قيمته يوصل لـ 70V DC هنا الأمبير يتحرك مجرد ما يدخل الـ DC سيبدأ الـ 120V سيبدأ الـ 0 و مجرد ما يزيد المؤشرات سيبدأ الـ VOLT و يتراجع الـ VAR و يتراجع الـ VAR و يتراجع الـ VAR معنى كده بالتجربة ان السينكرونوس موتور ليس به قدرة غير فعالة و يتراجع الـ VAR و يعمل كتابة منه بوار كوريكشن يبدأ الـ VAR و أجد أن الـ VAR و يعتبر الـ VAR لا يوجد قدرة غير فعالة يعني هنا مواجهة القدرة و أجد القدرة فهذه لا يوجد قدرة غير فعالة يعني هنا مواجهة القدرة و أجد ما نصل �ه بالفار قدر في زود الـ DC إلى حد 80V و عندما يصل الـ 120V هل سيبدأ المحركة أشار سيبدأ يبدأ يعمل نشتغل كباوربانك يبدأ يقلل دي سي فولت مرة أخرى يبدأ يزيد القدرة غير الفعالة هنا يعتبر الباور فاكتور واحد بدأ يزيد المؤشر بدأ يعمل كباوربانك والوقت يقلل تماما ويبقى كده من ناحية الباور وعشان كده احنا قلنا السينكرونوس موتور من المحركات المفيدة جدا لكنها متعبة زي ما قلنا وقلنا ليه متعبة اتكلمنا عن القدرة غير الفعالة واتكلمنا عن القدرة الفعالة ممكن في ناس ما تكونش عارفاهم علشان كده انا شرحت انواع القدرة في فيديوهين عملتهم في دورة عناصر التحكم عن المحول وشرحت فيهم انواع القدرة وده المعمل اللي انا كلمت عنه في فيديوهات سابقة في هذه الدورة وقلت ان عايز اقدم جزء عملي وعشان اقدم جزء عملي محتاج معمل محتاج لاب وده اللاب ده هو ده اللي انا بحلم به علشان اقدم الجزء العملي بشكل عالي جدا خدمة لابناء وطن العربي علشان يعلم مستوانا ليقارب مستوى البلاد الصناعية المتقدمة ومين عارف يمكن نتخطاهم ونتفوق عليهم بابتكاراتنا واختراعات تضمن تفوقنا دعوتكم في الفيديو القادم ان شاء الله نستكمل رحلتنا مع المحرك التزامني اللي لسه فيه كتير وفي الفيديو القادم هنعرف لماذا يستخدم اوتو ترانسفورمر وكيف يتم عمل الدمبر ويندينج وشرح بعض المعلومات الهمة اتمنى تكونوا استفدتم مستمتعتم نلتقي على خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة